صور التسعتاشر العنوان الأساسي فيها عاش الهلال مع الصليب مش كده ليه بقى عاش الهلال مع الصليب يعني لو لو الدنيا عادية وطبيعية ما كانش محتاجة انه يبقى الشعار عاش الهلال مع الصليب انت بتقول الشعار ده في الوقت اللي انت اكيد فيه نقص ما فيه مشكلة ما فانت بتواجه وبتقول بالمناسبة بقى عاش الهلال مع الصليب ليه هو ما كانش يعيش ده السؤال طبعا المشاهد الجميلة بتاعت الأستاذ حسن الإمام في السلاسية لمشاهد صورة 19 وفيها بقى القص مع الشيخ ليه بقى ليه حكاية عاش الهلال مع الصليب أقولك ليه لأنه سنة 1910 تم افتيال بطرس غالي باشا اللي هو كان رئيس الوزراء مصر كان فيها قبل الملك فؤاد والملك فاروق بنتكلم على اتنين رؤساء وزراء مسيحيين ما كانش فيه فكرة انه رئيس الوزراء لازم يكون مسلم ظهر فقط مع عبد الناصر أنا جاي لك لعبد الناصر ف الرئيس الوزراء ده تم اختياله من قبل شاب اسم أبراهيم الورداني مسلم فخرجت نفس الأقاويل بقى بتاع انه لا يعدم إبراهيم الورداني عشان ده قتل مسيحي والشريعة بتقول ده الرئيس الوزراء ماشي والشريعة بتقول فطبعا بصرف النظر بقى انه فيه خلاف سياسي مع بطرس غالي فحصل التسخين وتقديم إبراهيم الورداني ده باعتباره عظيم وفكرة تعظيم الاغتيال السياسي كانت موجودة بقوة في مصر وموجودة الغد دلوقتي اللي نشوفها في الأفلام وابتاعها وقاتل عبر رحمان باشا شكري عبر رحيم باشا شكري اللي هو في بيتنا رجل وغيره والاغتيال ده ويعني المهم هنرجع وتمجيد العمل وأنور السادات في موضوع أمين عصمان وده طبعا يعني دفعنا التمن وغالي اغتيال بطرس غالي فجر المشكلة دي ولقوا المسيحين في مصر انه اللي حكايت انه لا ده يتقتل المسيحي فما يتقتلش اللي قاتل ويعدم عشان أصلي ده هو استباحة المسيحي وحصل بقى الجدل اللي منه ده اللي ودي حاجة اسمها المؤتمر المسيحي سنة 1911 واللي بالمناسبة وافع للخ دي وعباس وقتها وقالوا مالو بس خد مظهر وكأنه المسيحين عندهم أزمة ولقباط عندهم أزمة كبيرة في المجتمع المصري تعمل المؤتمر ده في أسيط والمؤتمر القبطي ده شارك فيه ناس مهمين يعني ورفض الانتماء إليه ناس مهمين من قيادات الأقباط لكن في المحصلة كان فيه كانه فيه حالة تنافر وتصارع ويعني مواجهة بين المسلم والمسيحي وبين الطرف المسلم والمسيحي وبدأ وكأننا إذا مشهد طائفي لكن الحقيقة كل مقررات اللي طلعت من المؤتمر القبطي كلها طلعت يعني مقررات مقترمة جدا تؤكد على الوحدة الوطنية تؤكد على إن إحنا مواطنة كلها المعاني كانت معاني راكية ومحترمة وحصل مؤتمر إسلامي في اسكندرية بقى وحضروا برضو ناس مهمين ورفض حضوروا ناس مهمين وخرج المؤتمر الإسلامي في مواجهة المؤتمر القبطي برضو بمقررات ممتازة ومقررات كلها إعلاء لشأن الوحدة الوطنية والتعايش وإيه الوجود تحت حياة مشتركة شئة الدستور طرق الحالة دي كان جورست أظن المندوب البريطاني وقتها مندوب البريطاني وكل بقى اللي احترام البركة بيحاول يغلي فيها ويلعب عليها ويشتغل على فكرة المسلم والمسيحي خصوصا نرجي حاجة تانية بقى ده 1910 فلما جات صورة 19 في وسط بقى الحاجات دي كلها قامل الملك أوحي له من قبل يعني الإنجليز بتعيير رئيس وزراء مسيحي اسمه يوسف وهب في الوقت اللي ساعد زغلول بفاوض فيه الاستعمار مع الوهب وساعد زغلول رافض انه اي حد يتولى الوزارة علشان ما بقاش في حاجة مزدوجة وانه ما فيش مصري وطني يقبل بوزارة مع الاستعمار البريطاني بينما انا بفاوض الاستعمار الشعب المصري كله مع ساعد زغلول فازاي يجي اي سياسي يوافق انه يبقى رئيس وزراء راحوا بقى لمحمد سعيد اللي هو والد الفناني الكبير محمود سعيد الفناني التشكيل حصل محاولة الاختيال محاولة الاختيال مسلم ثم وافق يوسف وهبة باشا على انه يبقى رئيس الوزراء فقرر شاب طال في قولية الطب مسيحي اسمه عريان سعد عريان قرر يوسف عريان سعد قرر انه يختال يوسف وهبة رئيس الوزراء خد بالك في الوقت ده مؤتمر قبت كبير اجتماع في الكاتدرائية البطريارك البابا بيرفضه تماما ان يوسف وهبة باشا يتولى رئاسة حكومة ناصر لانه سعد زغلول باشا رافض ده وقرر حزب الوافد نتيجة اللي حصل لشان ما يبقاش في اي لعب بين المسلمين والاقباط انه يعين مرقص حنة هو سكرتير عامل حزب الوافد او سكرتير الوافد قبل يعني ما تحاول الوافد هو الوافد الحل الوطنية العظيمة ده مرقص حنة يبقى هو السكرتير بتاع اللي موجود في القاهرة في وقت سعد زغلول باشا بر وحاول اريان اغتيال يوسف صد يوسف وهبة وانتهى الامر انه يعني كانت محاولة فشلة جدا وتعبانة قوي لما ترى مذكراته بقى اللي كتبها هتلاقي انت اصد تضامن مصري رهيب معاه وتحية فضيح وتعاون معاك انه بطل من الابطال لانه الحل الوطنية وقتها كانت درجة من الغليان ضد الانجليز الى حد انه يعني يحيا ويرفع فوق الاعناق قاتل رئيس الوزراء او الذي حاول ان يقتله رغم انه فشل طيب المشهد ده ودنا الفين بقى ودنا العاشة الهلال مع الصليب اللي هو انه انتو مش هتعدونا مش هتتقرروا تفصلونا عن بعض وحصل اعظم انا هخرج حاليا يا جماعة حاضر حصل اعظم مشهد في تاريخ مصر الحديث وصورة 19 صورة 19 فشلت في كل حاجة من المنسبة لا جابت استقلال ولا جابت حرية ولا جابت اي حاجة غالص موسيقى اشتركوا في القناة